بسم الله الرحمن الرحيم أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد الجزء التاسع من شابتر 3 وده الجزء التالت من خطوات تصميم القعدة المربعة احنا اتفقنا قبل كده خدنا خطوتين اول حاجة حسبنا اللودز وبعدين حسبنا الديمينشنز وبعدين حسبنا الاستريس فالخطوة الرابعة في تصميم السكوير فوتينج اللي هي design for moment ازاي يصمم المومنت للقعدة critical section بتاعي المومنت بيبقى عند وش مين العمود ففي عندي هنا قطعين فيه قطاع اي اي وفيه قطع تاني هنا اسمه اتنين اي زي ما انت شايف طبعا العمود فين في النص فبقت المسافة دي كما لو كانت cantilever كما لو كانت cantilever بعدها قدي المسافة دي طبعا عشان ده مربع والعمود مربع والعمود في الوسط فالci بتساوي بسي اتنين اي بتساوي بي ار سي ماينوس بي كولوم على مين على اتنين طيب اجيب بقى المومنت ازاي بتاعي عندي المومنت فيه طريقتين الطريقة الاولى ان انا اقول الام اي بتساوي اللي هي الام اتنين اي بتساوي اخد شريحة هنا عرضها كاما واحد متر فهدرب مين ها المومنت هيبقى جايب ازاي بالشكل كده صح فده اقصى عزم في النص لكن احنا هناخد عند وش العمود اللي هو على بعض في سي اي فايبقى المومنت تاكنت ريفر عبارة عن فيون في سي اي سكوير على مين على اتنين لو انت اشتغلت بالكود المصري يبقى دي بتساوي مين سي واحد في جزر ام اي على مية في مين في سيو حيث السي واحد دي عبارة عن ايه السي واحد دي بناخدها خمسة عشان يديني ديبس كبير ستيفنس بتاعته عالية فيبقى اللي ستريسيز ينيفورم بالشكل اللي انت شايفه دوا طبعا التي ار سي بتساوي مين الدي زائد كام زائد سبعة سنتي وبعدين اقرب التي ار سي لأقرب مين اقرب خمسة سنتي بالزيادة وطبعا ما تقللش التي ار سي عن كام عن اربعين سنتي طيب دي الطريقة الاولانية الطريقة التانية ان انا هخلي الستريسيز بتاعي كله ييجي على الشكل التربوزويدة اللي انت شايفه دوا يبقى في الحالة ديت ماشي السي اي عرفناها انها بتساوي بي ار سي نقص بي قولوم على مين على اثنين هجيب بقى الاريا دي كلها في المسافة من السي جي بتاعتها لحد هنا عشان اجيب المومن يبقى الاريا اجيبها ازاي بي قولوم زائد ال بي بتاعت الار سي بساحة ايه بساحة التربوزويدة العادي طيب المسافة بقى من هنا الهنا اجيبها ازاي قانون بتاعها عبارة عن السي اي على ثلاثة في اثنين بي ار مقص بي قولوم على بي ار سي زائد مين بي قولوم يبقى اجيب المسافة اللي هي سي اي داش يبقى المومنت التاعي بيساوي في الاريا كلها في السي مين اي دي طب ما يجي اخذ العرض اخذ العرض ده ولا العرض ده انت اخذ المساحة دي كلها قالك لا خذ العرض بتاعك عبارة عن بي قولوم زائد كام زائد عشرين سانتي يبقى اقدر تطلع تي ار سي ولا لا تقدر تطلع تي ار سي حيث سي واحد بكام قلنا بخمسة والم اي دي ما تنساشته بتضربها في عشر قصة خمسة عشان انت شغال بالوحدات اللي هي الكيلو جرام على السنتيميتر مين سكوير عشان كده الف سي يو بتبقى مئتين وخمسين كيلو جرام على سنتيميتر سكوير وليست خمسة وعشرين ده الكود الجديد اللي هو شغال بين نيوتن والمليميتر سكوير طبعا لازم اقرب بقى تي ار سي لأقرب خمسة سنتيم واخد اقل حاجة اربعين سنتيم طيب احل بديت ولا احل بديت هو الصح ان انت تاخد تي ار سي اللي جاية من هنا والتي ار سي اللي جاية من الطريقة السابقة واخد المتوسط ليها وابتدي اشتغل عليها يبقى هو ده السمك الخرصانة اللي يقدر يقاوم العزم بتاعي شكرا